أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد حرص مصر على أن يكون مؤتمر كوب 27 للمناخ بشار مشيخ شاملا لجميع الأطراف والشركاء الرسميين وغير الرسميين جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسون على هامش مشاركتها في مؤتمر ستوك هولم المنعقد بالسويد لمناقشة التعاون المشترك في أجندة مؤتمر المناخ القادم كوب 27 وعدد من المبادرات المقرر إطلاقها خلاله وأعربت المسؤولة الأممية عن سعادتها بتولي مصر رئاسة المؤتمر في هذا الوقت الحارق للعالم والذي يوجه فيه عددا من الأزمات المتصلة بالبيئة في نفس الوقت ومنها جائحة كورونا وأزمة الغذاء وارتفاع الأسعار خاصة وأن مصر من الدول التي لديها إدراك واعي بطبيعة ما يمر به العالم